بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع حديثنا عن النظر في هذا الكتاب المقروء وهو القرآن الكريم وعن النظر في هذا الكون المنظور وما فيه من آيات وعبر وكنا قد وقفنا عند هذا المعنى أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى وإنما آيات القرآن خزاء خزاء فيها أسرار فيها أنوار فيها من المعاني والأفهام تحتاج إلى غواص ماهر يفهم عن الله ليأخذ علمه عن ربه سبحانه وتعالى إنما آيات الله خزاء فإذا دخلت في خزانه أي في آية ووقفت على فهم معناها وتأملتها فاجتهد ألا تخرج من هذه الآية حتى تفهم ما فيها وكل واحد منا يفهم من القرآن على قدر إيمانه وعلى قدر ما منحه الله من هداية ومن نور ومن توفيق والقرآن أسرار وكما قلنا إنه يأتي بكرا يوم القيامة والقرآن الكريم الإعجاز فيه القليل كالكثير عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مسل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الذي يقدر على خلق الزباب يقدر على خلق السماوات والأرض هؤلاء الذين يدعون القدرة والقوة الله سبحانه وتعالى يتحدهم أن يخلقوا ذبابا أن يجتمعوا جميعا لخلق زبابة واحدة فلو استطاعوا أن يخلقوا هذه الذبابة لخلقوا ما هو أكبر منها ولكنهم إذا عجزوا عن ذلك لن يخلقوا أي شيء والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض فالذي يقدر على خلق زبابة يقدر على خلق السماوات والأرض ثم وقفنا عند عطاءات القرآن الكريم عندما يقول ربنا لحبيبه إنا أعطيناك الكوسر والكوسر نهر في الجنة يصب في الحوض وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحوض هذا يكون في أرض المحشر وقت أن يكون الناس في حالة من العطش الشديد ليس هناك ماء إلا في هذا الحوض هذا الحوض يأخذ الماء من نهر الكوسر الذي أعطاه الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم وتأملوا هذا المشهد أن الناس يوم القيامة في هذا العطش الشديد ولا يجدون ماء إلا في حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي يسقيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هذا العطاء العظيم الكبير لخصه القرآن في سطر إنا أعطيناك الكوسر لو تأملتم هذا العطاء وقيمة هذا العطاء لعلمتم أن القرآن الكريم لخص هذا العطاء في سطر واحد وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن شبه القرآن بالروح أي بالسر فالقرآن سر لا يعلمه إلا الله إذا وقفنا عند هذه المعاني وأراد العقل أن يفكر وأراد العقل أن يتأمل نقول للعقل تأمل كما شئت كما يقول الإمام محمد عبده على العقل أن يفكر طاليقا من كل قيد أن يتأمل وأن يفكر في هذا الكون وأن ينظر وأن يبحث فإذا وقفا عند غايته وإذا وصلا إلى غايته ووقف عند حده يعني هذا العقل له حد فكر كما شئت وانظر كما شئت وابحث كما شئت لكن هذا العقل له حد إذا وصل إلى غايته ووقف عند حده تولاه الإيمان أي الشرع فالعقل في مرحلة هو الأستاذ يفكر وينظر ويتأمل في هذه المرحلة هو الأستاذ فإذا ما علم الله وعرف الله ووصل إلى غايته صار العقل تلميزا للشرع هذا هو المعنى ما هو دور العقل أنه في المرحلة الأولى في مرحلة التفكر والتأمل هو الأستاذ إذا وصل إلى غايته وقف عند حده وتولاه الإيمان وتولاه الشرع ولذلك قال بعض العلماء لولا العقل ما عرفت الله فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا الكون وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يتأمل في هذا الكون وكان يتفاعل مع هذا الكون عندما يقول عن جبل أحد هذا أحد جبل يحبنا ونحبه أحد هذا الجبل الذي هو عبارة عن صخور جبل شامخ كبير عظيم بهذا الحجب والنبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا أن الكون يتفاعل معك أيها الإنسان فينبغي عليك أن تتفاعل مع هذا الكون هذا أحد جبل يحبنا ونحبه اللهم ارزقنا البصيرة وفهمنا في دينك وفقهنا يا رب العالمين واحفظ مصر بلدنا من كل سوء وسائر بلاد العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين